سيدة جيسي مرحبا بك وزير الاقتصاد للبناني قال إن بلاده تستهدف الحصول على ملياري دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة الآن كيف سيتأثر ذلك بتعليق جلسات الحكومة؟ نعم مساء الخير أستاذ حسين لألك ولك المشاهدي قناة الغاد إذا ما لاحظنا اليوم الحركة في السراي الحكومي قد يتظهر أن الحركة قائمة في السراي ولو أن مجلس الوزراء لا يلتأم حاليا بصفة رسمية خاصة في ملف صندوق النقد الدولي والمساعدات من صندوق النقد الملف على نار حامية اللقاءات تاقد جانبيا الجهات المرتبطة بملف المساعدة من صندوق النقد الدولي تعمل منذ أسبوع كان هناك زيارة للمسؤول في صندوق النقد الدولي السيد محمود محيدين وهو طبعا المسؤول عن ملف أو هو المدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق هو التقى كل الأطراف حاكم مصف لبنان رئيس الحكومة وزير الاقتصاد وزير المالية وبدأ العمل قبل أن أتي إلى الستوديو قمت ببعض الاتصالات مع المعنيين أو بالملف الحكومي والمقربين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد قالوا لي بوضوح أن الجميع يعمل على ملفاته لطبعا أعطاء صندوق النقد الدولي المعطيات والداتا يعني هم استعملوا كلمة الداتا الداتا المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي مصف لبنان كان قد أعدل بعض من هذه الداتا وزير المالية أيضا يعمل على انهاء أو تحضير ملف كامل لرفعه إلى السيد محي الدين اليوم نحن في مرحلة الداتا كولكشن بعد هذه الداتا كولكشن تأخذ المعلومات إلى واشنطن ننتقل إلى مرحلة ما يعرف بالستايتينج ثم يقوم مجلس إدارة صندوق النقد بتحديد هيئة أو كاميتي لتعود وتتفاوض مع الجهات اللبنانية إذن يعني من مصادر من رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أستطيع أن أؤكد لك الليلة أن العمل على الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي جار على قدم وصاق اشتركوا في القناة